الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السادس والعشرين من يوليو لدينا الكثير من التطورات لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ورجاء شاهدوا الفيديو الصباحي في حال لم تشاهدوه بعد إضافة لكل ذلك رجاء نشرت فيديو عن جنوب كوكاز وتطورات أوروبا الشرقية أيضا اليوم أتمنى من حضرتكم مشاهدته لتتعرفوا أكثر على المعلومات إضافة لكل ذلك دعونا نبدأ مباشرة باتجاه محور أفدييفكا في منطقة دنياسك حيث استطاعت الكوات الروسية مواصلة عمليات التقدم تقدمت الوحدات الروسية العاملة في هذه المنطقة نحو قرية إيفانيفكا من الجهة الجنوبية كما تلاحظون تقدمت بعمق 1.1 كم وبعرض تقريب مئات الأمتار تحاول الوصول إلى ضواحي هذه البلدة تحاول الدخول إليها ولكن كما تلاحظون يجدون تحصين الكوات الأوكرانية باللون الأحمر إضافة إلى تحصينات هنا باللون الأزرق وبالتالي تحاول الكوات الروسية قدر الإمكان التقدم لذلك واصلت الكوات الروسية عملية التقدم في هذا الاتجاه وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري طبعا تعريف بسيط اللون الزهري يرمز إلى سيطرة حديثة للقوات الروسية وبالتالي كما تلاحظون تحاول الكوات الروسية قدر الإمكان الاقتراب من هذه البلدة والدخول إليها بالتزامن مع عملية اشتباك واسعة تجري على مشارف قرية فيسيلي حيث ايضا تحاول وتسعى القوات الروسية للدخول واقتحام هذه القرية وكما اشرت لكم صباحا الروس يعملون باتجاه عدة كرة ايضا يحاولون تقدم باتجاه قرية تيسيشني ولكن لم يكن هناك اي تغيير في خريطة السيطرة وكذلك تستمر المعارك والمواجهات في اتجاه تيموفيفكا حيث يسعى الجيش الروسي الى اقتحامها والاقتراب منها على الاقل اضافة اذاك تستمر الواجهات في اتجاه هذه القرية احباي كما تلاحظون مع تقدم الجيش الروسي انطلاقا من افدييفكا الى الامام الى الجهة الغربية باتجاه بوكروفاسك تلاحظون ان مساحة المناطق تتسع وبالتالي سيحتاج الجيش الروسي الى قوات اكثر والى مساحة كبيرة يجري العمل عليها ولذلك لديه العديد الكافي لديه المدرعات الكافية ولديه طبعا القدرة ولكن هل سيصمد الاوكران هل سيستطيع الروس تحقيق فوز هذه اسئلة سيجيب عنها الوقت طبعا المعارك مستمرة بشكل كبير اما في الاجزاء الجنوبية باتجاه خط الدفاع الثاني في هذه المنطقة شرقي هذا المجرى المائي باللون الازرق وغربي هذه المنطقة هنا فعمليات الكوات الروسية هنا متناصقة بمعنى اخر تسعى الكوات الروسية للتقدم على طول المنطقة ربما الدخول الى هذه القرية ثم لاحقا التوجه الى مناطق مختلفة وفي نفس الوقت الضغط على المناطق هذا التطقى غربي القناة ليفسح المجال للقوات الروسية الموجودة هنا للتقدم وبالتالي سيكون هناك ضغط من الجهتين على هذه البلدات وهذه القرى اضافة الى ذلك تسعى الكوات الروسية على هذا النحو لزيادة وتيرة عملياتها العسكرية وربما تعمد الى عملية قطع طريق امداد ولكن هذا المحور كبير وطبعا مساحته واسع جدا يمتد وصلنا الى المنطقة هنا لذلك العمليات معقدة ولكن في نفس الوقت القوات الروسية تقوم بشن هجمات كبيرة في اتجاه كاريفكا ومحيط ياسم بروديفكا تحاول على الاقل القوات الروسية ان تتمكن من السيطرة على هذا الجزء لعلها تعمد الى الضغط على القوات الاوكرانية هنا ومحاولة الاقتحام في هذا الاتجاه ولكن المشكلة هنا ان هذا مجرمائي وبالتالي المآبر محدودة وليوجد الكثير من المجموعات المسيارات المختصة بالمسيارات الاوكرانية لدى الجيش الاوكراني وبالتالي تستطيع رصد هذه التحركات اما بعد الاختراق الروسي في هذا الجزء الشمالي فباتت مساحة الحركة افضل واسهل على القوات الروسية اما في اتجاه نيويورك وتوراتسك فتواصل القوات الروسية عمليات العسكرية تسعى قدر الامكان لدخول المنطقة هنا في ساعات الصواح تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة ومع ساعات المساء تحاول الاقتحام مجددا ولكن القوات الاوكرانية تبنعون كذلك هناك مواجهات كبيرة في جنوب اوريكساندروبيل حيث تسعى القوات الروسية ايضا لعمليات الاقتحام ولكن لم يتغير شيء في خريطة السيطرة حتى اللحظة اما فيما يتعلق باتجاه نيويورك في هذا الاتجاه باتجاه شيروكوبالكا تستمر المواجهات تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة كذلك تستمر المواجهات في اتجاه وسط البلدة او وسط المدينة هنا نفسها اما في اتجاه توريسك طبعا المعارك قائمة ولكن لا تغيرت في خريطة السيطرة الاشتباكات فعلا كبيرة حنتحدث عن عدة كيلومترات خطوط اشتباك على كامل هذا الانتداد وكامل هذا الانتداد تخوض القوات الروسية معارك مع القوات الاوكرانية كنت لكم سابقا هي معركة بين منطقة السكنية وبين مناطق كما تلاحظون كثافة الغابات وبالتالي يمكن للمجموعات الاوكرانية الموجودة في هذه المنطقة المختصة بالطائرات المسيرة المدفعية وغيرها الاحتماء والاختباء بين المنازل وبين هذه كثافة الاشجار هذه واستهداف القوات الروسية وهنا يوجد فعلا ضغط كبير من كل الطرفين على الطرف الاخر في مسعى لتقليل الوقف التقدم او بمعنى اخر وقف هذا الزحف الروسي في هذا الاتجاه اما في التعليق بالتجاه شزيليار تلاحظون ان هناك هدوءا في هذه المنطقة طبعا هو هدوء في خريطة السيطرة ولكن ليس هدوء في الاشتباكات فالاشتباكات متواصلة في هذه المنطقة والجيش الروسي والجيش الاوكراني كلاهم يركزان على هذه المرتفعات المحيطة باكتشيفكا هذه المرتفعات تشد اشتباكات كبيرة جدا مع محاولة الكوات الاوكرانية لزيادة الضغط والعملات العسكرية باتجاهها كما عشان في التنسابق الكوات الروسية واصلت التقدم في هذه المنطقة لذلك هناك ايضا عمليات روسية للسيطرة على هذا المعبر في هذه المنطقة وقطع الامداد عن جزء من الكوات الروسية الاوكرانية اما فيما يتعلق احباي باتجاه كوبيانسك فقد تمكنت الكوات الروسية من توسيع سيطرتها في اتجاهين في اتجاه بيرستوفي في هذه المنطقة تقدمت الكوات الروسية ضغطت بقدر كبير وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون تبعد الكوات الروسية عند طول هذا الخط 14 كم للوصول الى السينكوفي كذلك تقدمت الكوات الروسية في هذا الاتجاه بعمق 2 كم وبعرض تقريب 1.9 كم واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري وهذا التحصين الاوكراني الموجود هنا قامت بالسيطرة عليه إضافة إلى ذلك أعود وأكرر لكم مجددا أن القوات الروسية تبعد 4 كم ونصف عن هذه القرية و2 كم تقريبا عن المجرى المائي وبالتالي أمام القوات الروسية مهمة في التقدم في كامل هذه المنطقة ولكن الأمر اللافت الذي يجب أن تعرفوه هو أن الاوكراني استقدم تعزيزات كثيرة إلى هذه المنطقة طبعا قوات قيل أنها مشكلة حديثا لم أستطع تأكد ما هو رقم التشكيل أو ما هو الفوج أو اللواء الذي تم استقدمه لهذه المنطقة ولكن سأبحث قدر الإمكان حتى أستطيع تقديم المعلومة لكم أحبائي هذه تعزيزات الاوكرانية هل سنشهد بها هجمات مضادة أم تعزيز للدفاعات الاوكرانية في المناطق الخلفية بمعنى آخر هل قرر الاوكرانيون تنازل عن كامل هذه المنطقة أم أنهم سيحاولون شن هجمات مضادة والضغط بالتجاه أم سيحاولون تحصين كامل هذه المنطقة كي لا تسقط بيد القوات الروسية أو كي لا تقترب منها القوات الروسية طبعا أسئلة مفتوحة سيجيب عنها الوقت كما أقول لكم دوما أما فيما يتعلق بالتجاه خاركيف واصلت القوات الاوكرانية شن هجمات بالتجاه البوكي طبعا حبائي كثيرون يملون أو يرغبون بأمر واحد هو معرفة فقط هل تقدم الروس هل تقدم الاوكران لا يرغبون في أكثر من ذلك لا يرغبون حتى في سماع وجود اشتباكات ولكن لا يحصل تقدم دون وجود اشتباكات وبالتالي حين أقول هناك اشتباكات قوية في منطقة ما تعجزات في منطقة ما رجاء ركز دوما أنه قد تتغير خريطة السيطرة في تلك المنطقة بعد فترة وبالتالي موجهات كبيرة في اتجاه البوكي وموجهات مستمرة بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية في اتجاه ستاليستيا في هذه المنطقة وأيضا دون أن ننسى المعارك باتجاه فوفشانسك أما القوات الروسية فتقوم بالقصف قدر الإمكان باتجاه خاركيف وباتجاه منطقة سومي كذلك الأمريكي يوجد دربات باتجاه خيرسون صباحا حط اللحظة لمعرف ما هي النتائج لهذه الضربات إضافة لكل ذلك تحاول القوات الروسية قدر الإمكان استهداف القوات الاوكرانية في اتجاه ستاليستيا فهل هناك أمر ما قد يحصل لا أحد يعلم تابعوا القناة دوما لا تنسوا مشاركة الفيديو على أوصى نطاق ورجاء لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو أو يمكنكم سؤالي في التعليقات حول كيفية دعم هذه القناة شكا لكم دوما على كل محبتكم كل ثقتكم كل وقتكم وكل احترامكم ورجاء لا تنسوا مشاهدة جميع الفيديوهات التي تم عرضها في القناة وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر